بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابنى خيرته السلام عليك يا ابنى أمير المؤمنين وابنى سيد الوصيل السلام عليك يا ابنى خاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابنى ثاره والوتر الموتو السلام عليك وعلى الأرواح التي خلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيته وبغي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزي وجلات وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلات وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسسات أساس الظلم والجور عليكم أهل البايت ولعن الله أمتا دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمتا قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئتوا إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله أمتا قاطبا ولعن الله أمتا أسرجات وألجمات وتنقبات لقصالك بأبي أنت وأمي لغد عظمى مصابي به فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتغرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحار وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس الظلم وبنوا عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برأتوا إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بمبالاتكم ومبالاتكم ومبالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن أولاكم وعدو لمن عداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدقهم في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمامه وظاهرين وظاهرين ناطقهم بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأم الذي لكم عنده أن يؤطيني بمصاببكم أفضل ما يؤطي مصاباً بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والآن اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمته ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وأول محمد وما مات ممات محمد وأول محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أميان وبنو آكلة الأكبار اللعين ابن اللعين على لصانك والسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطنه وموقفه وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا صفيانه ومعابيته ويزيد ابن معابية عليهم منك اللعنة أبدا وهذا يوم فرحت به آل زياده وآل مروان بقتلهم بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم عليهم وبالمبالاة لنبيك وآل نبيك عليهم وعليهم السلام اللهم اللهم لعن أول ظالمين قال ما حق محمدين وآل محمد وآخر طابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلات بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثالي والثالثة والرابع اللهم العي سيدا خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن ساعد وشمراء وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروانا إلى يوم القيام اللهم لك الحمد وحمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شقاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام